لما كنت بتكلمنا إياك قبل دخول للستوديو عن خدمتك وعن الكم العابرين اللي بترعيهم طبعا في الاجتماعات المتعددة سواء في شمال أمريكا أو في الشرق الأوسط ولكن ذهلت من نقطة مهمة أنه بتحكي أنت كرشا اللي أنا بفكرك يعني من أولها بلشتي قلت أنه أخذتك 14 سنة حتى تكوني رشا اللي بتستضيف واللي بتتعامل واللي بتتلمز واللي بتعلم فإذا أنت وجدت التحديات فأنا بحب دائما أسأل الشخص أنت من ناحية شخصية إيه التحديات اللي وجدتها وممكن تشاركيني عن التحديات اللي بمر فيها العابر التحديات هي الشعور بالوحدة دي أول حاجة أول تحدي إن أنا العلاقات اللي كانت حوالي وأنا مسلمة ابتدت أفكاري تتغير إحنا يعني ربنا بينور ذهننا مستنير عيون أزهرنا ربنا بيغير أفكارنا من جوه ليه؟ لأن الكتاب يقول إن أفكارنا مستأثرين كل فكري إلى طاعة المسيح فأنا أفكاري بتتوجه من واحدة عادية إنسانة طبيعية عادية مسلمة عيشة في مجتمع إسلامي لوحدة بتبتدي أن هي تتغير حياتها لكلمات الكتاب المقدس تتعايش بقى يعني الكلام اللي أنا بقرا في الكتاب المقدس ربنا بيبتدي أن هو يعمله يعني يفعله في حياتي فأعيشه فما بيحصل كده بيحصل شعور بالوحدة بيحصل انفصال ما بيني وما بين الناس القريبين مني مهما كانوا الناس القريبين مني قربهم بيحصل نوع من أنواع الانفصال والانفصال بيعمل نوع من الوحدة وللأسف أن الوحدة دهيت أي واحد عابر بيجري على الكنيسة بقى أنه على العيلة البديلة لكن مش بيلاقي الدنيا مفتوحة بالنسباله كيف كان يتوقع بزيزي توقع عطا يعني أنت وأنت بتحكي أخت راشا تذكرت كلمات المسيح عندما قال جئت لا لألقي سلاما بل سيفا وفعلا السيف مرات في البيت الواحد مثل ما بقول ألد أعداء الإنسان أهل بيته وأنا شفت حالات كتيرة أنه حتى الأهل حاولوا يتخلصوا من الشخص اللي آمن بيسوع المسيح فبيحس بالرفض ما تروك بيحس بالوحدة أنا زي ما حيك قلت أنه لدي علاقة كبيرة بكثير من العابرين ويعني ربنا باركني بناس يعني قدمت لهم رسالة المسيح وإبلوها وشفت التحديات اللي هما بيواجهوهم أنا شفت ناس شخص مثلا كانت أهله بيحطون السم جوه الأكل أنا شفت ناس كانوا مقاعدين ابنهم فوق السطح في قلب قوضة وقفلين عليه علشان هو ترك الإسلام أنا شفت حاجات كتيرة في تحديات بيحصل بتحصل العابر نتيجة عبوره وعايز أقول مهما كانت التحديات اللي بيوجهها خارجيا زي ما أنا قلت في الأول في حاجة اسمها خارجيا وداخليا الخارجيا اللي هي بيوجهها مثلا من مجتمع إسلامي من أهل مسلمين من أصدقاء مسلمين من ناس مختلفين عن الإيمان دي الحاجات الخارجية الحاجات الخارجية دي بتيجي معاها تعالزية أنت لا تتخيل عاملة زي يعني أنا مفصلت عن عائلتي للأسف لأن أنا ما بقاش فيه حوار مشترك أنا كنت باقي أتكلم مش لقي حوار مشترك من كتر ما أنا قاعد طول النهار والليل أعمال أقرأ في الكتاب المقدس فابتدت أفكاري نفسها تتغير ابتدت أهدافي تتغير ابتدت لغتي تتغير ابتدت الأمور اللي هي بيهتم بيها تختلف فما بيجي أتكلم مع حد ما لقيتش ما بقاش فيه حوار مشترك لكن في وسط ده بقى بييجي المسيح بمعيته يعني المسيح الذي لا يتركنا ولا ينسانا اللي هو بييجي بمحبته بييجي بلمساته اللي هي بتحسسنا إن إحنا مش لوحدنا إحنا مش متركين لا أتركك ولا أهملك كتاب المقدس بيقول عيني عليك فالرب لا يتركني ولا ينساني فبالتالي مهما كانت الصعابة الخارجية المعية مع المسيح هي كانت بتبقى الدواء للجروح ده هيت اشتركوا في القناة